اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه كثير من مدن العراق هي من بين المدن الاكثر الاعلى في درجات الحرارة في العالم ومن بينها البصرة وميسان والكوت ربما وبغداد حتى بغداد وبابل وكثير من المدن الناصرية في ذي قار فير من المدن تسجل اعلى درجات الحرارة وطبعا هذه درجات الحرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية وكل الحكومات من عام 2000 الى الان ليس لديها حل لمواجهة هذا الحرارة لمواجهة هذا الارتفاع درجات الحرارة الا بيعطاء اجازة ويقام اكثر الاجازات في العراق يعني عندما تأتي الى تقرأ جدول العطل الرسمية في العراق تجد العراق اعلى دولة في العطل الرسمية يعني ثلاثة اربعة سنة الناس معطلة من الشغول لاحد يعمل واذا ما عملوا الحقيقة ماذا سينجزون يعني هذه امكارثة وكل الاحصايات تشير الى انه يعني كل الموظفين في الدولة العراقية هذه ما تسمى الدولة العراقية جزافا هو حقيقة لكن هؤلاء الذين يعملون في الدوائر دوائر الحكومية كلها لا يعمل الموظفي اكثر من ثمان دقائق باليوم الواحد اللي هو مطلوب عنده ثمان ساعات لا يعمل يعني العمل الحقيقي لا يتجاوز ثمان دقائق قيس على ذلك والبطالة المقنعة ولدينا ست ملايين موظف ونتفعلهم ستة ونصف مليار دولار شهرية الرواتب ويتحدثون عن انو احنا طورنا الوضعية ورواتب ننطي وهو ترخل ومصيبة كبيرة ليس لدينا لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا استثمار لهذه الطاقات وتجد مهندس يشتغل في دائرة التقاعد تجد يعني دكتوراه بالفيزياء يعمل ما اعرف دائرة الضمان الاجتماعي وهكذا يعني لا قيمة للشهادة ولا قيمة للكفاء ولا الشخص المناسب في المكان المناسب كأثة هذه كبيرة وحديث عنها حديث آخر لكن نتحدث هنا عن درجات الحرارة والحرب طبعا تزداد المدن التي يعني فيها درجات الحرارة عالية بيئتها البيئة المحيطة بها البيئة الداخلية لها وبيئة البلد اللي هي بيئة مساعدة العراق فيه تصحر العراق يعني جفاف ناجم عن تغيير المناخ سوء الادارة عدم وجود هناك هناك بيئة يعني البيئة العراقية مدمرة متروكة مهملة لا احد يهتم لها يعني لا توجد علاجات لا توجد خطط لا توجد رؤية اجراءات لمواجهة هذا الهذا الذي يحدث من جفاف من تصحر الآن العراق يعني ربما لا يزرع شيئا ماكو اراضي مزروعة في العراق مصيبة يعني عندما تقيسة ماكو اراضي مزروعة في العراق ولدي ليس لديه اي شيء وتصحر ومصيبة مصيبة كبيرة والكهرباء يعني يعني هذه الخدمة ليست الخدمة الوحيدة الغائبة الحقيقة وليس جديدا عليها ان تغيب البعض منهم الآن مسؤولي الكهرباء ومسؤولي الحكوم والاحزاب يتحدثون ان درجات الحرارة عالية في ادي الانقطاع هذه درجات الحرارة ذلك نقول في كل سنة تتكرر العراق درجات الحرارة به بهذا الشكل هذا هو هذا العراق وقبل كانت درجات الحرارة موجودة نفسها ودرجات حرارة لك الكهرباء كانت موجودة هذا ليس مقارنة بالماضي مثل ما والبعض يقول لك اوه امر جعنا ليست مقارنة بس الوضع الحالي يستدعي المقارنة مع الماضي انتم تدفعون الناس للمقارنة ما هو الناس تتحصر على الماضي لانه الحاضر سيء هذا واقع الحال يعني هم ليس لديهم سواء اعطاء العطل الرسمية مثل ما قلت العراق يحتل المرتبة الخامسة في قائمة البلدان الاكثر عرضة لتأثيرات تغيير المناخ وهذا حكارثة العراق من بين خمس دول الاكثر تعرضا الى تغييرات مناخية بشكل اسرع من معظم العالم وهو غير مجهز للتعامل مع هذه الحالات نعم البيئة متروكة والناس الحكومات غير وكل قوى العملية السياسية مهتمة بغير قضية وله سلاها علاقة المهم تجي فلوس يبوقوها يسرقوها والمواطن والبلد خلي يخرب الى دمار ينتهي ومن جاءوا لاحتلال العراق ومن يساعدون على احتلال العراق وأولهم أمريكا وإيران يريدوا العراق أن يتخرب بهذه الطريقة وأصبح بلد صحراء جرداء ساحة القتال سواتر لهم وليذهب الشعب العراقي للجحيم هذه الحقيقة يعني شبكة الكهرباء للأسف الشديد تحاولى الناس طيبين الحلوين عراقين في الجنوب البصرة وميسان وذيقار الكهرباء شبكة الكهرباء سقطت عدهم لساعات لأيام بلا كهرباء يعيشون داخل الظلام يعني غرقت ملايين المنازل عشرات الملايين من المنازل بالظلام وسط موجة حر خانقة الحقيقة مصطفى الكاظمي في العام الماضي عام 2021 تحدث قال أنه صرفنا على الكهرباء لحد الآن 81 مليار دولار طبعا المبلغ أكبر من هذا بكثير لكن هذا الذي يتحدث عن أني 81 مليار دولار وهذه 81 مليار دولار الولايات المتحدة الأمريكية بكل مساحة هذه القارة لو صرفت بها هذا المبلغ صرف 81 مليار دولار لأنه وردت أمريكا كلها من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها مو العراق 81 مليار دولار يتحدثون أن المبلغ أكبر من هذا بكثير ربما ضعف هذا المبلغ كله في فساد وخراب ومشاريع وأهمية وكذب وكهرباء غائبة وتحدثون أنه عام 2013 نصدر الكهرباء وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي وبالتالي المواطن أمام مصيبة كبيرة ومن عام 2010 تظاهر الناس في قضية الكهرباء أول مظاهرة خرجت عام 2010 ظاهرة ضد الكهرباء في البصرة وأعتقد في 2010 ربما قال الكهرباء لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفر الطاقة للناس بشكل مستقر ومن مسؤول عن الفساد المواطن لو أنتوا الفاسدين أنتوا اللي يسرقتوا أنتوا اللي يبوكتوا أنتوا أحزابكم وقواكم اللي تحكمون العراق استحوا وصلت الناس إلى حالة غريبة عجيبة وتحدثون عن الفساد وكأنه حالة طبيعية والشعب هو المسؤول عنها الشعب هو الفاسد هو اللي يبوك هو اللي يسرق وما الشعب من ضيم وقهر هو اللي يتحمل هذا أنتوا محطاتكم خاصة وبيوتكم خاصة وجوازاتكم الأجنبية في جيوبكم وصعبكم كبيرة الحقيقة هذه قضية الكهرباء استكرر كثيرة واحدة يعني ليست الخدمة الوحيدة الغايبة عن العراق كل الخدمة الغايبة عن العراق لكن يعني واحد من الأمثلة الكبيرة على أن هؤلاء الذين جاءوا للعراق منذ عام 2003 إلى اليوم جاءوا لتخريب العراق لتدمير العراق لجعل العراق ضعيفا لزيادة معاناة العراقيين لقهر العراقيين لإدلال العراقيين هذا واقع الحال عكس ما يقولون تماماً قالوا جينا من أجل المظلومة كذبة كبيرة ظهرت وقاع الحال واقع الحال أثبت أنهم جاءوا لقهر العراقي لإدلالهم لسلبهم هويتهم لسلبهم كل شيء سلبهم حتى إنسانيتهم على الأسف في الشديد هذا واقع الحال وهؤلاء الذين يحكموا العراق هذه شكلهم هذا منجزهم الناس اليوم تعطي الشرعية للمنجز وليس لما يتحدثون صندوق الانتخابات وصندوق الانتخابات هذا كله مزور وكله كذبوا والعراقي لا يذهبون إليه وتكذبون بالأرقام وتكذبون بالنسب دعونا منها لكن على الأقل خلنا نذهب إلى شرعية الإنجاز ماذا أنجزتم وهل تستحقون الشرعية من عشرين سنة لحد الآن ما الذي أنجزتمه سوى الفساد والخراب والدمار والتمزيق لهذا البلد وتمزيق المجتمع وجلب الآخرين لكي يتغولوا عليه ميليشيات وغير ميليشيات وإيران وأمريكا وغيرها هذا واقع الحال مؤسف حقيقة لكن هو هذا الواقع وهذا ما يجب أن يثور عليه أهل العراق لأن هذا واقع الحال حقيقة إما أن يستمر بهذا الشكل هؤلاء لن يجدوا حل لشيء لأنهم هم أصل المشكلة هم الكارثة لا يمكن لأدوات الكارثة أن تكون أدوات للبناء لا يمكن لأدوات التخريب أن تكون أدوات للبناء والعمار لا يمكن هذا وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة